اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا لحد دلوقتي معرفش بصراحة هو سعره وصل لكام بس هي كانت رخيصة واقتصادية جدا هنا بسبت المصمار الاول علشان يعني يديني سهولة في الدق بتاعه وبعد كده بحطه على الخشبة بالشكل ده طبعا المقاسات زي ما تحبي انا ما اخدتش المقاسات دي بس انا اعملت واحد زي منتو شايفين معاكو كده وينويا ان شاء الله اعمل واحد اكبر منه ده شكل الخشبات اللي انا سبتتها سبتتها بالشكل ده كده في كل زاوية خشبتين اتنين بعد كده هسبتها كلها بالمسامير كويس جدا وهي تكون مع بعض يعني في الحروف متقربة من بعضها بالشكل ده بعد كده بقى اقطعت خشب صغيرة علشان احطها فوق تكون في قمة الفانوس من فوق زي الفانوس ده الفانوس ده انا بصراحة وفرت فيه الخشب وعملته به عصيان الليستيك كمان جبت هي العصيان خفض اللسان يعني كمان جبت اعواد من اعواد الشاوي وسبتها بالشكل ده هنا كده في الفانوس من الاجناب قبل مدينه وهسبتها بمسدس الشامع طبعا انا بصور بايده بشتغل بايد فعلشان كده التصوير قريب قوي وفي نفس الوقت كمان الفانوس بيتهز معي لان انا طبعا مش مسبتاه وبشتغل بايد واحدة فيه اول حاجة عملتها اديته ده هنوشة ابيض لكيه من اللي هو النص لمعة وبعد كده هستنى لحد ما ينشف وديله كمان لكيه من اللي هو اللامع لفنش بتاعه من برا ده شكله بعد ما نشف معي وزي ما انتو شايفين تكلفة زهيدة جدا والشكل روعة هنا بقى هبتدي ان انا اداري القطع اللي فوق الخشبية دي كده هداريها بشريط من الجوير وهبتدي اعمل القطع اللي فوق الاول وبعد هده هلف داير ما يدور على الفنوس من الاجناب واخترت فيه الدكور بتاعي او فيه تحديد ان التنطل اللي انا عاملاه او الجوير اللي انا عاملاه شكل مسلسات كده زي الشكل الاسلامي اللي بيبقى على المساجد او اوبا بالمساجد هبتدي برضو احط هنا زي ما انتو شايفين كده واسبت الجوير بالشكل ده ما خدش مننا وقت ولا مجهود وكمان التكلفة بتاعته يعني رخيصة جدا على الفنش بتاعه بصراحة من احب الدكورات اللي انا عملتها لرمضان ومن احب الافكار اللي قلبي وبعد كده غيرت شكله حطيت عليه ورود ولسه لحد الان مكمل معي لان طبعا الخشب عمره زي ما احنا عارفين ان هو ما بيبص بسرعة كمان جبت القلو اكنت مكسورة عندي من نجفة سبتها بالشكل ده فوق زي الكريستالة كده وهبتدي احط هنا كمان جبير علشان اداري التجاعيد بتاعت الخشب فكرة فنوس في منطهر روعة والشياكة وكمان زي ما انتوا شايفين كده اقتصادي وما كلفناش اي حاجة والفنش النهائي بتاعه بيتكلم عن نفسه انا بقى عملت الفنوس التاني زي ما قلتلكم من الاعواد بتاعت الستيك او خافض اللسان وطبعا استعنت بقطعتين خشبيتين نفس الفكرة بالزبط بيكونوا مقاس واحد وسبت عليهم الاعواد من برة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا هنا عملت حجمين وان شاء الله انه يعمل حجم تالت بس الحجم التالت اللي انا هعمله هيكون اكبر من حجم الفنوس اللي هو الكبير بحيث ان التلاتة يكونوا عندي مقاسات مختلفة زي ما انتوا شايفين ده المقاس اللي انا عايز اعمله للفنوس الكبير حبيت اعمل ركن رمضاني بسيط كده وممكن يكون فيه تناسق مع بعضه جبت البمبونيرة او التمرية اللي انا بحط فيها اليميش بتاعة رمضان وهبتدي احط على اليد بتاعتها من فوق او زي ما بنسميها المساكة اللي فوق دي كده هبتدي اضيف عليها جبير من نفس الجبير اللي انا اضفته للفنوس في زي ما انتوا شايفين ده الجبير اللي فاض عندي هستخدمه للحاجات اللي معايا دي هزينها آآ طبعا برطمان بشكل مختلف او بشكل غير تقليدي بالشكل ده كده وكمان استعنت بالتمرية دي ده الجزء اللي انا عايزة زينه اللي هو فوق المكان اللي احنا بنمسك منه بالشكل ده هحط القطعتين الصغيرين عليها طبعا كان ممكن يتحضروا ويترمهم بس طبعا انا لقيت لهم استخدام وده شكلها معايا ده غطى للتمرية او السكرية او البومبونيرة زي ما تسميها القطعة التانية كمان هلفها فوق فوهات البرطمان وللأسف كان الجبير خلص عندي فبالتالي آآ لفيت بس الجزء اللي هو في مقدمة البرطمان والجزء التاني آآ سبته بالشكل ده هو طبعا لو كان عندي قطع كمان كنت انا حطتها وزي انت بيها الفوهة كلها ده شكل البرطمان معاي اتمنى طبعا الافكار اللي انا عملتها النهاردة تكون عجبتكم ويكون ركن رمضان لطيف وبسيط وان شاء الله تنفذوا فكرة الفانوس وتكتبولي في التعليقات ان هو ما كلفكوش اي حاجة وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش ابدا في اللايك وكمان كم انت حلو دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخذ من الايمان يزدان بالاحسان الله جمله لما اتى رمضان يا مرحبا اهلا بالفضل والغفراء وانساء منهبات من نفحة